ما زلنا في الشأن المحلي في ضمن جهود وزارة الداخلية لعودة العمل تدريجيا في قطاعاتها وتماشيا مع تعليمات وزارة الصحة أعلنت الداخلية أن الإدارة العامة لنظم المعلومات بصدد إطلاق خدمة نظام حجز مواعيد مسبقة لبعض قطاعات وإدارة الوزارة وتهدف هذه الخدمة إلى استقبال المراجعين من مواطنين ومقيمين وفق شروط التباعد الاجتماعي خلال الفترة الاستثنائية التي تمرها البلاد حاليا في ظل هذه الجائحة جائحة كوفيد-19 خطة جديدة اعتبدتها وزارة الداخلية لاستقبال المراجعين خلال الفترة القادمة من خلال حجز موعد مسبقة لبعض قطاعات إدارة وزارة الداخلية احتمال كبير أن يكون الاستقبال بدءا من يوم الأحد الموافق 21-6 فبالتالي تم تقسيم الموظفين إلى ثلاث مجموعات حسب خطة مجلس الوزارة الموقر لن يتم استقبال أي مراجع مالم يكون لديه موعد مسبق وهذه المواعيد موجود لها منصة على موقع الوزارة الإلكتروني يستطيع أي شخص أن يدخل على الموقع ويحجز موعد وأيضا هناك نماذج المطلوبة كلها موجودة على الموقع يفضل يعني أنه يعبي هذه النماذج وستصلنا إلكترونيا للنماذج بحيث أنه إذا وصل على موعده سيجد النموذج الخاص فيه موجود عند الموظف المختص إجراءات احترازية سيتم تطبيقها في آلية تنفيذ المعاملات من خلال إتمام المعاملة إكترونيا من قبل المراجع قبل مراجعة المراكز التابع لوزارة الداخلية لن يكون هناك مكاتب طباعة لن يكون هناك سيارة طباعة هذه كلها تخالف الاشتراطات الصحية للوزارة الصحة المواعيد ستوجه المراجعين إلى إداراتهم المختصة في المحافظات كل شخص يجد استقبال مناسب وتوجيه مناسب وإنجاز بإذن الله مرضي تفضل مع الوزير مشكورا بإصدار قرارها 444 وهذا أيضا يمنحهم ثلاثة أشهر أخرى لغاية واحد ثلاثة ثمانية الكل كان ينتظر من استفادة من هذه الإقامات المؤقتة يزيد عن بحدود 340 ألف شخص وتسهيلا على المقيمين من تداعيات أزبط كوفيد-19 فقد طالبت وزارة الداخلية المقيمين من الاستفادة من تمديد الإقامة المؤقتة حتى 31 من شهر أغسطس المقبل والذي سيستفيد منها ما يقارب 340 ألف شخص نجيب القحطاني من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية لتلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر